موسيقى مع مصطفى ما مسلت له حاجة موسطفى بالنسبة لي الصحفي العظيم جدا اللي بيقول اللي نفسنا كلنا نقوله يعني انا اجعله فكرة بحس ان اقول الله قال الحاجة اللي نفسي اقولها او قال الحاجة رغم انه متفائل جدا احيانا ودا بيدينا امل لانما انا بلاقيه متفائل زيادة من نزول. هو متهم بالتهمة دي مستمرها. هي مش تهمة قد ما هي حاجة كويسة اوي. ياريت كلنا نقبة متفائلين بالشكل ده. هو قال مرة في احدى كتابات وقال انا دايماً اشوف الجانب السايد اوي في الامور. لدرجة ان لو حصل حاجة كويسة قد كده هو افرح جداً لانه متوقعه. فده تفسير ياريب للتفاؤل. انه اصلاً تشاؤل. يعني عكس ان احنا بنتصوره. طيب انا اعز ارجع نحية ليوسف ادريس. رواية الحرام لاننا نحسنا من حضرة جسدتي جداً شخصية وبطنة رواية الحرام. اريتي الرواية اصلاً الاول. وبعدين اخترتها تمثليها او انا حصل فيها. لا انا كنت كانت صديقة لي مرات الاساس بها. قالت لي في رواية طلعت وقتها جديدة. يوسف ادريس اريها. جبت رواية ارتها. الحقيقة على طول اكلمت له استاذ بركات وقلت له لقيت رواية. واحنا عشان نلاقي رواية يعني دي حكاية. بطنة رواية اثرت فيها. من بعد كده ما شفتيها على الشاشة. حسيتش برضى انك قديتش الدور زي ما كنت تتماني تقديه. لسه طب احنا بنتكلم عن مين النهاية. مواما يعني كتاب الحية بيجيبوا بعض. لا خلينا 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 في موسيقى. اشتركوا في القناة